فتاة في العشرين من عمرها مريحة ونشيطة وذكية تقدم إليها شاب وخطبها ومنذ تلك اللحظة وهي تعاني من صداع مستمر وتهذي بكلمات غريبة حتى طار صواب أمها فأخذتها إلى الأطباء فلم يفلح في تشخيص مرضها فالتحاليل والإشاعات تؤكد عدم وجود شيء فذهب بها الوالدان إلى المعالجين من السحر والجان وتردد على العرافين والدجارين حتى وقعت في يد دجار شهير أخبرهما أن ابنتهما يعشقها مارد طوله عشرة أمتار ولن يسمح للفتاة بالزواج من أحد غيره وحذرهما بأنهما إن ذهب للمعالجين بالقرآن فسوف يفتك المارد بابنتهما ومرت أيام والفتاة فيما هي عليه من الهذيان والشكوى من الصداع حتى زارهم عم الفتاة ووجدها على ذلك الحال فأصر على علاجها بالقرآن وذكر للأهل قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ثم أخذها إلى شيخ من أصدقائه يعالج بالقرآن وبدأ الشيخ يقرأ عليها وفي منتصف القراءة بدأت الفتاة تصرخ وتنطق بصوت خلاف صوتها على أنه صوت الجني وتهتز قدماها وهي تقول سأخرج سأخرج نظر الشيخ إلى حركة قدم الفتاة فعلم بخبرته بأنها مفتعلة فطلب من عم الفتاة وأمها أن يتراجع قليلا إلى الوراء وهمس للفتاة قائلا هذا ليس صوت جني ولا هذه حركة خروج إنك تكذبين علي وإن لم تصارحيني فسوف أكشف أمرك إلى أهلك فقالت الفتاة وقد أخذها الرعب من كلام الشيخ سأقول الحقيقة شرط أن تعيدني بأن لا يعرف أهلي فقال لها إذن تخرجين الآن وتتصرين بي عن طريق الهاتف ثم أخبر أهلها أنها بحاجة إلى المراجعة مرة أو مرتين واتصلت الفتاة وأخبرت الشيخ بقصتها بأنها لا تحب الشاب الذي خطبها وأهلها مصرون على زواجها منه فافتعلت ذلك المرض وقد اكتسبت خبرة من طول ما ترددت على الدجارين واكتشفت كم هم كاذبون ولا يعلمون شيئا ولكن عندما سمعت القرآن منه صرخت لأنها تذكرت الله ولم تستطع الكذب عليه وعندما سألها عن سبب رفضها لخطيبها أخبرته بأنها تحب شابا آخر وهو يحبها فقال لها الشيخ مادم الأمر كذلك اتصري به وأخبريه أن هناك رجلا تقدم لخطبتك وعليه التقدم لأهلك ليخطبك ثم أبلغيني بما دار بينكما وفي اليوم التالي اتصلت الفتاة بشيخ وأخبرت أن الشاب رفض أن يتقدم لخطبتها بحجة أنه لا يملك تكاليف الزواج حاليا فقال لها لو أن هذا الشاب يحبك فعلا لتقدم إلى أهلك ولما سمح لأحد أن يأخذك منه ومادم خطيبك على خلق فهو أولى بك وانسي تماما قصة ذلك الشاب ولا تذكريها لأحد وعدت الفتاة الشيخة بالعمل بنصيحته واستغفرت الله على ما بدر منها من كذب وتحايل على أهلها وأخبر الشيخ أهلها بأن ابنتهما شفيت تماما لتزف الفتاة بعد شهر إلى زوجها وعاشت حياة سعيدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغديون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذات يوم كان الإمام أحمد بن حمل رحمه الله يعطي درسا لتلاميذه وتبين له أن إسماعيل أنشط وأحفظ تلميذ عنده قد تغيب وبعد أن انتهى من الدرس سمع أحد التلاميذ يقول لآخر لقد تغيب إسماعيل اليوم عن الدرس لأنه بالأمس قام الليل حتى الفجر وختم القرآن الكريم كاملا وبعد أن صلى الفجر نام فربما شعر بالإرهاق فتغيب اليوم ثم سمع التلميذ الآخر يقول لصديقه إن إسماعيل يختم القرآن كاملا كل ليلة ولم يتغيب عن الدرس من قبل لم يهتم الإمام أحمد بالأمر الذي تغيب إسماعيل بسببه وإنما تساءل في نفسه هل يتدبر إسماعيل آيات القرآن الكريم ومعانيه العظيمة عندما يختمه كل ليلة وفي اليوم التالي حضر إسماعيل الدرس فاقترب الإمام أحمد بن حمّل منه وقال له بحب بلغني يا ولدي أنك تقوم الليلة تقرأ القرآن الكريم كاملا هز إسماعيل رأسه بالإيجاب مفتخرا بنفسه فقال له الإمام أحمد أريدك اليوم يا بني أن تقوم الليلة كما تفعل كل ليلة ولكن اقرأ القرآن بتدبر وكأنك تقرأه علي أنا فقال له إسماعيل حسنا شيخي الفاضل وفي اليوم التالي جاء إسماعيل إلى الإمام أحمد وهو يشعر بالخجل الشديد قائلا قرأت القرآن كما قلت لي يا شيخي ولكني لم أستطع أن أقرأ غير عشرة أجزاء فقط فقال له الإمام بابتسامة لطيفة لا بأس يا ولدي ولكنني أريدك اليوم أن تقوم الليل وتقرأ القرآن بتدبر وكأنك تقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وفي اليوم التالي جاء إسماعيل ووجهه أحمر من الخجل وأخبر الشيخ أنه لم يستطع قراءة سوى الجزء الثلاثين فقط من القرآن الكريم سكت الإمام وهو يهز رأسه قائلا أريدك اليوم يا بني أن تقوم الليل كعادتك ولكن اقرأ القرآن هذه المرة وكأنك تقرأه على الله عز وجل وفي اليوم التالي جاء إسماعيل باكيا وقد عرف مقصد الشيخ فقال بخجل والله يا شيخ الفاضل أنا لم أكمل في قيام الليل قراءة الفاتحة لشدة خشوعي وخوفي أن الله عز وجل يسمعني ابتسم الإمام أحمد وقال لتنميذه ليس بكثرة ما يقرأ لسانك تنول الدرجات وإنما بما تعقله ويتدبره قلبك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد تاجر ثري كان لا يهتم سوى بالإنفاق على بيته أما أقاربه وجيرانه فكان بخيرا عليهم ولا يسأل عنهم وفي أحد الأيام أثناء وقوفه في معرضه سقط فجأة على الأرض ولم يستطع الوقوف وأصيب بشلل في قدميه فبدأ رحلة العلاج ولم يترك وسيلة إلا واتبعها ولكن بلا فائدة فنصحه بعض أصدقائه المقربين أن يسافر إلى دولة متقدمة في مجال طب العظام فسافر ولكن الطب في الخارج لم يسعفه ولم يجد العلماء سببا لما حدث لقدميه رجع التاجر إلى بلده في العشر الأواخر من رمضان وقرب العيد بعد أن قرر أن يموت على فراشه بين أبنائه وزوجته وقبل يومين من استقبال العيد وأثناء ما كان التاجر ينتظر أن يأتي أجل الله إليه قام بزيارته شيخ معروف بحكمته وصلاحه بعد أن عرف قصة التاجر كاملة فنصحه أن يبحث عن أسرة فقيرة جدا ويقوم بالتصدق عليها وأن تكون الصدقة غنية بمعنى أن يغنيهم نلث فقط ما يكفي سد الرمق وقال له أيضا اشتري لهذه الأسرة كل ما تحتاجه واشتري لهم مثل ما تشتري تماما لأهل بيتك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وقال أيضا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله سمع التاجر النصيحة ولأول مرة يعقد العزم على العطاء والتصدق فأمر أحد أبنائه أن يقوم بالبحث عن أسرة فقيرة وتوصل الإبن إلى أرملة مسكينة لديها أربعة أطفال فطرق الإبن بابها وقام بإخبارها أن والده أرسله ليعطيها حق الله فوجد الإبن أولادا عراء وأم منكسرة لا تملك حتى قوت يومها فقام بالشراء ملابس جديدة للأم والأطفال واشترى كل المواد الغذائية بكافة أنواعها حتى الحلوى والأحذية والألعاب فقد اشتراها للأطفال كما قام بالشراء أثاث جديد للمنزل وأعطى للأم المسكينة مبلغا كبيرا ففرحت الأم وأبناؤها بسبب ما تم شراؤه لهم وخاصة أن العيد على الأبواب بعد أن انتهى الإبن من مهمته وهم بالخروج انطلق صوت أدان العصر فشاهد الإبن السيدة ترفع يديها إلى السماء وتقول وهي تبكي اللهم أسألك أن تدخل السرور في قلب من أدخل السرور في قلوبنا فرح الإبن كثيرا بما سامعه من الأم ودعوتها الصادرة من قلبها المنكسر وعندما رجع لأبيه كانت المفاجأة فقد رأى والده يقف على رجليه ضاحكا فرحا وكاد يرقص من فرحته ففرح الإبن وأخبر والده بالقصة كاملة فسأله الأب متى كانت هذه الدعوة فقال الإبن عند أذان العصر فقال الأب والذي نفسي بيده إنني شعرت في تلك اللحظة وفي نفس توقيت الأذان بأن ملكا مسح على قدمي ثم سجد الأب لله شكرا ووعده بالتصدق وقضاء حوائج الفقراء واليتامى والأرامل وكل محتاج مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر